مرة أخرى يعود الخلاف بين أنصار التيار الصدري وحزب الدعوة الذي يقوده نور المالكي وذلك بسبب ما وقع في مدينة البصرة مدينة شهدت احتجاجات واسعة ضد زيارة رئيس الوزراء السابق نور المالكي إلى مدينته الأسبوع الماضي احتجاجات يبدو أنها لم تعجب اتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نور المالكي وقال هذا الاتلاف إن من قام بهذه الاحتجاجات قد خرج عن سياقات الدولة صراعات قديمة متجددة ظهرت للسطح مجددا حيث أعلن أنصار الصدر عن رغبتهم بالانسحاب من التحالف الوطني خطوة يبدو أنها ستدخل التحالف في دوامة قديمة جديدة بين كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري ودولة القانون تشرذم دفع بزعيم المجلس الشيعي الأعلى عمار الحكيم إلى العمل على لملمة شتات البيت الشيعي عبر إصدار وثيقة ترتيب أوراق التحالف الوطني من الداخل التيار الصدري كان قد نفى مسؤوليته عن تنظيم التظاهرات في محافظات البصرة وميسان وذيقار وقد أكد الصدريون أن التظاهرات كانت نتيجة تحرك شعبي خالص مؤكدين عدم توجيهها من أي كتلة سياسية بما فيها التيار الصدري اتهامات ليست جديدة وشد وجذب يبدو أنه سيتعمق أكثر فأكثر خاصة في ظل تعمق الانقسام ليس فقط بين أبناء الطائفة الواحدة بل بين مختلف مكونات العراق التي تفرق شملها وتحكمت فيها الطائفية والولاء للولي الفقيهة قبل الولاء لبلاد الرافدين التي انهارت بين تدخل هذا وأطمع هؤلاء في ظل وضع اقتصادي واجتماعي متدهور ومرشح لمزيد من التدهور